يا إمام هل يجوز إلغاء حد؟ لا فالحد رضع لمن يخرج على الحدود وزجر لغيره معنى هذا أنه لا يجوز عدم معاقبة السارق الحد يقام في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد أرأيت يا مولاتي لابد من قطع يد الغلام ليس هناك شهود على أنه سرق يا إمام الشك لمصلحة المتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات وجدنا المسروقة في معصم جاريته قالت إنه أعطي لها من جارية قبل مهاجمتها بساعة يا إمام هل أخطأت؟ هل سورك الشك في أنه سرق؟ إنه وآباه أمينان جدا إذن حكمك صائب يا أميرة والآن لنجعل جلستنا هذه فائدة أن طلحة بن عبيد الله أن أعربيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ماذا يعني سائر الرأس؟ يعني شعره منتشر مشوش فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صبق أو دخل الجنة إن صبق ولهذا الحديث رواية أخرى عن أنس عن أنس قال نهينا في القرآن الكريم أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عليه الصلاة والسلام وذلك في قوله جل علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم صدق الله العظيم قال أنس فكان يعجبنا أن يجيء العاقل من أهل البادية فيسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب فيها الجبال قال الله قال فمن جعل فيها المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع قال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص فلما وله قال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة